قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبول بجولة تفاقدية في المتحف المصري الكبير لمتابعة تطورات الأعمال بالمشروع وتعرف على سير التشغيل التجريبي لعدد من أقسامه وخلال الجولة أكد رئيس الوزراء أنه سيتابع بشكل أسبوعي ما يتم إنجازه من أعمال بالمتحف خلال الفترة القادمة لافتتاحه بشكل كامل في أقرب وقت كما تفقد رئيس الوزراء عدة محال بمنطقة الخدمات التجارية بالمتحف ترجمة نانسي قنقر